هذه أبرز العناوين زينباورا كنا الأكثر رغبة في الفوز أمام الجيش الملكية وأتمنى عوذة جماهيرنا التي أعتبرها من بين الأفضل في العالمة الاتحاد الإسباني يوجد صدمة قوية لجامعة لقجعو الرجرغي ويقرر خطف موهبة مغربية كبيرة لمنتخب الأروخة الإطار المغربي حسين عموتة يبوح بما دار بينه وبين أمير دولة قطر في النهائي كأسي أسيا أمام المنتخب القطري نصر الدين النابي مدرب الجيش مباراة الرجاء اليوم لم أرى الرجاء التي أعرفها لقد رأينا فريقا يدافع ويلعب على المرسدات وقد جاء للعب من أجل النقطة واحدة عبر جوزيف زينباور مدرب ندير الرجاء الريدي عن رغبته في عودة الجمهير الفريقة لمساندة لغيبه مؤكدا أن النتيجة التعادل أمام الجيش الملكي ليست سيئة وقال زينباور في الندوة الصحفية التي تلت المواجهة أنا فخور بفريقي بدل لعب أمام حامل اللقب بلاعبي وجماهير رائعة ونحن نحتاج لجماهيرنا فهذا كان امتيازا كبيرا للخصم وأتمنى مساندة أنصارنا في المباراة المقبلة وواصل زينباور التعادل ليست سيئة وعلى أن نتقبله كنا الأفضل والأكثر قيثالية وعلى النقاط الكاملة وفي المقابلة المقبلة سنبحث عن الانتصار وعلينا التعافي سريعا وتابغى زينباور إذا شاهدتم المباراة سابقا زريدا لعب بشكل جيد لهذا كان حاضرا اليوم إنه من اللاعبين الذين بإمكانه من لعب في مختلف المراكز احتجنا تفاصيل بسيطة اليوم وكان علينا إحراز الهدف التاني لو أحرزناه لأنهينا الأمر وأكمل زينباور التعادل كما قلت سابقا ليس سيئا لكنه ليس النتيجة الأفضل حين أرى المباراة واختتم قائلنا رأينا كيف أتت جماهير الخصم وساعدت اللاعبها وفي مختلف الأوقات المباراة اشتقنا لجماهيرنا الأسابيع أنا لست مسؤول عن ذلك ولكن أتمنى عوضة الجماهير التي تعتبره من بين أفضل في العالم دخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مفاوضات لإقناع اللاعب المغربي بلعب إلى صفوف المنتخب الإسباني وحسب المعطيات حصلت عليها المصادر فإن الدول المغربي أدم أزنو لعب يرميونخ الألمانية مطلوب بقوة في المنتخب الإسباني حيث تشير المعلومات إلى أن الاتحاد الإسباني يريد استغلال وضع اللاعب الغاضب من استبعاده من كأس العالم الفتيان لإقناعه باللعب لصالح منتخب إسبانيا ويمفارقة فإن أدم أزنو لم يعد مطالبا لإسبانيا فقط بل حتى ألمانيا التي تريد استغلالها قرب منحه الجنسي الألمانيا للعب في المنتخب المناشفات وحدف أدم أزنو كل صور التي تؤرخ لحمله لقميس المنتخب المغربية مكتفيا بصورة مع برشلونة وبير ميونخ الألمانية وعبر أزنو عن صخاته من المدرب سعيد شبا الذي لحد ساعة يجهل أسباب تجاهله اللاعب ويتدرب مع الفريق الأول لبير ميونخ باح الإطار الوطني حسين عموت ومدرب المنتخب الأردنية عن تفاصيل مدار بينه وبين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني بعد نهائيك سي أسيا وقال حسين عموت في تصريحات له صاحب السمو أمير قطر الشيخ تميم حافظه الله دائما ما يعطينا بعض الكلمات وبعض الجمل تشجيعية وأضاف قال لي دائما ستبقى كبير لأنني لدي تاريخ لا بأس بها للا جيد الحمد لله مع نادي السد وقد اشتغلت مع السمو الأمير حين كان رئيسا لنادي السد وهذا التشجيع وتحفيز ليس غريبا على حكام قطر وخسر المنتخب الأردني بقيادة عموتا نهائي كأس أمم آسيا الذي وصل له منتخبا ناشمي لأول مرة في تاريخهم أمام منتخب قطر بتلاتة أهداف مقابل هدف واحدة والتي سجلت قطر أهدافها من ضربات الجزاء بتلاتة أكد نصر الدين نبي مدرب نادي الجيسة الملكية أن فريقه كان يستحق الانتصار في المواجهة نادي الرجاء الريادية والتي انتهت بالتعاضل هدف لمثلها وقال النبي في تصريحات صحفية بعد نهاية المباراة لست راديا عن النتيجة لأننا لن عبوا في ملعبنا وكنا نستحق الانتصار لقد سجلنا ضد مرمانا ولكن شخصية اللعبين أعادتنا في المقابلة وأضاف النابي مواجهة اليوم لم تكن مباراة الموسم بالنسبة لنا لأنه لا زال أمامنا 13 مقابلة متبقية وكل واحد لها أهميتها سواء بالنسبة لنا أو للمنافسة وتابع وتابع تعادل ربما يرضي المنافسة لأنه جاء للعب من أجل النقطة واحدة ففي مباراة اليوم لم أرى الرجاء التي أعرفها والكرة التي يلعبها الفريق لقد رأينا فريقا يدافع ويلعب على المرتدات فقط ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة